بعد أكثر من شهرين على إعلان الحكومة السعودية عن وديعة مالية قدرها مليارات دولار لدعم البنك المركزي اليمني لوقف تداعيات وانهيار العملة اليمنية قالت وكالة الأنباء السعودية إنه تم التوقيع رسميا على اتفاقية تسليم اليمن وديعة نقدية سعودية بملياري دولار ستوضع في حساب البنك المركزي اليمني دون أن تضع موعدا محددا لذلك وبحسب الوكالة السعودية فقد وقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام الخميس الماضي بالرياض اتفاقية تسليم الوديعة للبنك المركزي اليمني تأخر تسليم الوديعة جعل العملة اليمنية تستمر في التدهور ووصل الأمر لحد التشكيك في جدية الجانب السعودي في قضية الوديعة خصوصا مع اشتراط الجانب السعودي تغيير محافظ البنك المركزي وإشرافه المباشرة على السياسات المالية مطلع فبراير الماضي استجاب الرئيس عبد الرب منصر هادي للاشتراطات السعودية وعين وزير المالية السابق محمد زمام محافظا جديدا للبنك خلفا لمنصر القعيطي ولم يؤدي تغيير محافظ البنك المركزي اليمني لإحداث أي تغييرات في السياسات المالية كما لم يتمكن محافظ البنك الجديد من العودة لإدارة البنك في عدن واستمر في أداء مهامه متنقلا بين الإدارة المؤقتة للبنك في العاصمة الأردنية عمان والرياض ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم الوديعة السعودية في رفض احتياطات اليمن من النقد الأجنبي وستنعكس إيجابا في تحسن العملة اليمنية التي تعاني من تراجع مخيف بعد أن فقدت نصف قيمتها خلال ثلاث سنوات من الحرب وتعاني العملة اليمنية من التهاوي المتسارع حيث اقتربت من حاجز الخمسمائة ريال للدولار الواحد منذ مطلع مارس الجاري مقارنة بـ 215 ريالا قبيل الإنقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية وكان البنك المركزي اليمني حدد في 22 من يناير الماضي السعر الرسمي لصرف الدولار بنحو 379 ريالا لكنه ظل عاجزا عن السيطرة على سوق الصرف التي تخضع للمضاربين ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد في اليمن أن الوديعة السعودية قد تتمكن من وقف انهيار العملة لكنها ليست الحل الوحيد بل يجب دعم الحكومة الشرعية لاستثمار عائدات النفط والغاز والموانئ ووقف نزيف الأموال الناجم عن طرد آلاف المغتربين من الأراضي السعودية خطوات تحتاج لجدية أكبر من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والبداية تكمن في تمكين الحكومة الشرعية من العودة لليمن والاستقرار فيها وإنهاء دعم الكيانات الأخرى الناشئة خارج كيان الشرعية